برعاية مصرية اجتمع ممثل الأحزاب والفصائل الاتحادية السودانية في القاهرة تحت شعار القوة في الوحدة وذلك استكمالا لجولات الحوار المستمرة بين الأحزاب والفصائل الاتحادية في الخرطوم ووقع ممثل الأحزاب والفصائل الاتحادية السودانية على وثيقة إعلان الوحدة التنسقية مزيد ستجدونه في التقرير التالي على أرض مصر التأم شمل الأشقاء في السودان على طاولة اجتماع ممثل الأحزاب والفصائل للتحادية السودانية الاجتماع الذي جاء برعاية مصرية وافتتحه السيد محمد عثمان المرغاني مرشد الطريقة الختمية ورئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي أحد عشر بنداً تضمنتها وثيقة إعلان الوحدة التنسيقية للأحزاب والفصائل للتحادية السودانية التي وقعها المجتمعون بالقاهرة الذين ثمنوا دور مصر ورعايتها للمؤتمر ونحن أكثر سعادة أن يشرف هذه الحضرة ويباركها سيادة مولانا السيد محمد عثمان المرغاني مرشد الطريقة الختمية ورئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل ونحن سعداء أيضاً أن يشرف هذا الحضور وهذا اليوم المبارك الأشقاء الأعزاء في جمهورية مصر الشقيغة نشكر شكر كبير ونغدر الدور الكبير للأشقاء في جمهورية مصر العربية على رعاية الوحدة الاتحادية على إمساكهم بمستقبل الحزب الاتحادي الديمقراطي الذين يرون فيه المستقبل الأمثل للسودان كما اتفقت الأحزاب على أن تقوم اللجنة التنسيقية العليا بالتواصل مع القوى السياسية والمجتمعية الفاعلة في المشهد السوداني لتحقيق المصالح الوطنية العليا للبلاد مؤكدين أن مصر ستظل دوماً داعمة للسودان ومساندة له في كل وقت وحين نلبي طموحات جماهيرنا العريضة ونلبي طموحات الذين يغفون مع السودان مساندين وعلى رأسهم مصر العظيمة لهم الشكر الجزيل على ذلك وشدد المشاركون على أن مصر تمثل العمق السوداني على مضار التاريخ مواجهين التحية لمصر قيادة وشعباً هذا المؤتمر الذي يجي ما أشبه الليلة بالبارحة يجي ماسلاً للوحدة الاتحادية التي تمت في جمهورية مصر العربية مصر الشغيغة مصر التي زلت دوماً وعلى الدوام هي تمثل العمق السوداني تاريخاً وأصلاً وفعلاً وقولاً وسنداً نحن في هذه السانحة نحيي مصر قيادةً وشعباً وحكومةً ونؤكد بأن الوحدة التنسيقية أو التنسيق من أجل الوحدة الاتحادية ماضون فيه بصدق ورؤية وطنية تحقق الأمن والأمان من خلال الصورات السودانية ومن خلال ثورة ديسمبر المجيدة وشهدائها الذين ارتودهم الأرض فإن الحق بإذن الله سبحانه وتعالى غادماً من خلال هذا الإعلان الذي يؤكد تنسيق الأحزاب الاتحادية على العمل المشترك القوة في الوحدة شعار ظلل أرض الكنانة التي فتحت ذراعيها للأشقاء في السودان وذلك لتحقيق التوافق المنشود بين مكونات هذا البلد الشقيق لتلبية طموحات شعبه وتحقيق أحلام أبنائه